في خبرنا الأخير توقع البنك الدولي أن تشهد السلع الأولية العالمية هذا العام أكبر خفاضا في أسعارها منذ بدء تفشي جائحة كوفيد-19 الأمر الذي يلقي بضلاله على أفاق النمو لنحو ثلثي الاقتصادات النبية ورجح البنك في تقريره صادر مؤخرا أن تصل نسبة التراجع إلى 21% وأن تنخفض أيضا أسعار الطاقة بنسبة 26% وسعر الغاز الطبيعي الأوروبي والأمريكي بواقع النصف وكذلك أسعار الفحم والأسمد بنسبة 42% و37% على التوالي وعلى الرغم من الانخفاضات الكبيرة المتوقعة أشار التقرير إلى أن الأسعار ستظل أعلى من متوسطها بين عامي 2015 و2019 وفوق مستوياتها المسجلة قبل الجائحة